يختلفون بالإعاقة ويتشابهون بالمعاناة هؤلاء هم أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة أحلامهم لا تشابه واقعهم فهم يعيشون في بيئة غير مستجيبة لاحتياجاتهم إن كانت في التنقل والحركة والتواصل والنشاطات الأخرى نتيجة غيابهم عن سلم أولويات الجهات المعنية اليوم نحن مناشدتنا أو مطالبتنا الحقيقية هي تكون توفير أماكن مكان ممرات خاصة لأبور المشاة في الأماكن السياحية المنشآت العامة عملية الدمج الأساسي المجتمع يظهرنا نظرة شفقة وهذه النظرة شفقة مؤذية أكثر من ما هي مفيدة لنا فنتمنى عن طريق الإعلام عن طريق حضراتكم وباقي الشبكات يعني تلوجون بالإعلام حتى لو تصوير معاناة ذو لعاق عندما يعبر رصيف عندما يريد يصعد مثلا الجامعة ومع أن الدستور كفى لحقهم لكن الفجوة في واقع هذه الشريحة أخذت بالاتساع بين العراق ودول أخرى صعوبات دفعت تجمع المعاقين في العراق لإقامة مؤتمر بالتعاون مع منظمة الهندكاب انترناشنال لتبادل الخبرات وإيجاد الحلول لواقع ذو الإعاقة اليوم سيكون تبادل الخبرات والكل سيطرح ويوضح ما أنجزه في عام 2021 ولكي يكون هناك اكتساب الخبرات فيما بين ذو الإعاقات من قصار قامة ومكفوفين وعاقات حركية وعاقات ذهنية ونساء ذوات إعاقة في الوقت الذي يضم المجتمع العراقي أكثر من أربعة ملايين معاق يمثلون نحو 13% من عدد السكان مع ذلك فأنهم يعانون من استمرار نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات العديدة التي يواجهونها في حياتهم اليومية سواء كانت نتيجة عن قوانين أو سياسات أو تصرفات اجتماعية وعنصرية ليبقى ملفهم شائكا دون حلحلة لتعقيداته من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر